فيلم بانديمك بيبتدي الفيلم بدكتورة اسمها تشيسي وكانت بتحاول تتصل ببنتها ميجان وما كانتش عارفة توصلها وميجان بنتها كانت عايشة معها هي والدها حياة سعيدة لحد ما انتشر فيروس قاتل في المدينة والفيروس انتشر بسرعة الجنون عن طريق الهوى او ان المصاب بينقله مباشرة والفيروس في اوله ما بيكونش فيه اعراض وبعد كده المصاب بيموت وبيصحى تاني ووقتها بيتحاول المصاب لزومبي وبيبقى عايز يهجم على فريسة قدامه علشان يكون لحمها ولسه فيه ناس غير مصابين في المدينة وبيحاول انهم يستغيسوا بالجيش ويبعت لهم رسائل والجيش بيجهز جنوده دكترة علشان ينقذوهم ودكتورة تشيسي عندها مهمة عسكرية وهي اخلاق المواطنين اللي لسه لم يصابوا بالمرض والمطلوب منها انها تجيبهم على حدود المدينة والاول لازم تتأكد بالاختبار انهم مش مصابين بالفيروس ودكتور جارير قال لها انها قائد الفريق وطلب منها تلبس بدلة مقاومة الفيروسات وفي حاجر صحي بيحطوا فيه المشتبه انهم مصابين لمدة خمس ايام ودي المدة اللي بيظهر فيها المرض ولو المصاب في المرحلة الاولى او التانية من المرض بيتم علاجه انما من المستوى التالت للخامس فكده لازم يقتله المصاب لان شفاقه صعب جدا وخلاص يتحول لزومبي وبكده هيهاجم الناس وينقلهم المرض ودكتور جارير بيشرح لدكتورة شيلسي ان المرضى كلهم اتحولوا لزومبي وحذرها دكتور جارير من سرعتهم وقال لها انهم محتاجينها ولازم تخلي بالها من نفسها وشافت دكتورة شيلسي ناس بيضربوهم بالنار وبعد كده بيحرقوهم وقال لدكتور جارير انهم لازم يعملوا كده علشان يمنعوا انتشار المرض وقال لها تستعد للمهمة ولو تصابط المفروض انها تخلي ده سر وما تقولش لحد عليه وانها لما توصل هيتم اسعافها بمضادات السموم وان لو اي حد تاني من الفريق اصيب فلازم تتعامل معه وتقتله وبعد ما تأكد دكتور جارير ان تشيسي مش مصابة سابها رجبة العربية مع باقي الفريق علشان تبدأ المهمة في انقاذ الناس الغير مصابين بالمرض وفي جندي اسمه جونر كان من ضمن فريق الانقاذ وسأل دكتور جارير عن زوجته اللي كانت ضمن فريق الانقاذ اللي راح قبل كده لكن بلغوا ان مفيش اخبار عنهم وان الاخبار اتقطعت ومفيش معلومات مؤكدة عن كونهم لسه عايشين ولا لا ولكب فريق الانقاذ العربية ومتوجهين للمدينة اللي فيها المصابين والناس اللي هيتم انقاذهم ولازم عربية فريق الانقاذ تمر بالانفاء علشان يوصلوا للمدينة وكانت الانفاء كلها ناس مصابين من الدرجة الخمسة وكلهم متحولين لزومبي وحصرهم الزومبي من كل مكان واخد الفريق المسدسات وفتحوا النار على الزومبي اللي كانوا بيهجموا عليهم من كل مكان والزومبي عايزين يقتلوهم معادلهم كبير جدا وشكلهم مرعب والفريق بيقتلوهم ويعدوا عليهم بالعربية علشان يتخلصوا منهم وبيرشاؤوا الاسلحة في راسهم لانهم ما كانوش بيموتوا غير لما يضربوهم في الرأس وكان في واحد منهم اسمه كريس خايف ومرعوب من الزومبي وكان مستخب منهم في العربية وبعد محاولات كتير من الفريق قدروا انهم يهربوا من النفاء وفجأة هجم زومبي على الدكتورة وقدر جونر انه يرشأ سلاح حد في راسه وقدر ينقذ الدكتورة واتجه فريق الانقاذ للمدرسة اللي في المدينة اللي فيها الناس الغير مصابة بالفيروس وكانت المدينة مهجورة تماما من الناس وما كانش فيها غير الزومبي وكل الطرق والمباني متضمرها والخراب والحرائق في كل مكان بسبب انتشار الفيروس وقالت شيلسي ان فيه طريق اسهل واسرع للمدينة لكن جونر قال لها ان كل الطرق التانية فيها زومبي كتير وكلهم في المرحلة الخمسة وممكن يهجموا على العربية ويقتلوهم وزع جونر وقال لهم انهم لازم يسمعوا كلامه لانه اكتر واحد عارف الزومبي متجمعين فين ولسه تشيسي بتحاول تتصل ببنتها لكن ما كانش بترد عليها وجونر اخذ منها التليفون وقال لها انه مالوش لازمة وسأل الفريق تشيسي عن سبب الفيروس وقالت انه ممكن يكون يتنقل عن طريق الحيوانات او الميا الملوثة وهم دلوقتي بيعملوا اختبارات علشان يلاقوا علاج فعال الفيروس وهم ماشيين بالعربية قبل وست بتصرخ وبتقول انها سليمة مش مصابة وبتترجاههم انهم يقفوا ونزل جونر والدكتورة علشان يعمل لها اختبار سريع علشان تتأكد من عدم اصابتها ودكتورة تشيسي بترتبك ومش بتعرف تحط حقن التختبار وبياخدها منها جونر وبيعملوا الاختبار للبنت وبتطلع سليمة لكنه بيفهم ان ده فخ معمول من الزومبي وفاجأة هجم عليهم مجموعة كبيرة من الزومبي وجير تشيسي وسابت جونر وجير الزومبي وراه وهو كان بيطعمهم بالسلاح وبيضرب عليهم نار وتحركت العربية بسرعة وفتحت تشيسي الباب لجونر ورمالها السلاح وقال لها لازم تضرب النار على الزومبي اللي بيجروا وراه وفعلا ضربت عليهم النار وجير بسرعة ووصل للعربية في الوقت المناسب قبل ما الزومبي وصلوا مباشرة وزعق للدكتورة تشيسي وقال لها انها لازم تقتل الزومبي معهم وإلا كده بتعرضهم للخطر وقال لها تعمل اختبار لهم كلهم علشان تتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس وفي ناس كتير ماشيين وقالت تشيسي ان ممكن يكون فيهم ناس غير مصابة بالفيروس وجونر اكد ان كل الناس اللي برا مصابين ولو نزلوا هيهجموا عليهم علشان ياخدوا العربية وممكن يقتلوهم وهما ماشيين شافوا عربية الانقاذ اللي كانت رايحة قبلهم وقفة في نص الطريق ونزل جونر علشان يشوف اي حد لسه عايش وعلى امل انه يلاقي مراته لسه عايشة لكن بلاقي كل اللي في العربيات ماتت وشاف زوجته وهي ميتة وكان حد كأنه اكل من جزمها وطبعا اتأثر وبكى على موتها واعتذر لها انه مكانش موجود علشان ينقذها وخرجت تشيسي من العربية تبص على جونر وفجأة سحبها اتنين من الزومبي وحاولوا انهم يقتلوها لكن جونر اتلهم وقدر ينقذها ورجعوا للعربية مرة تانية وعرفوا ان جونر شاف زوجته وسألهم هو الزومبي بيأكلوا الناس وقالت تشيسي انها ما تعرفش المعلومة دي وعرف انهم بيهجموهم بس وجونر سألها لانه شاف زوجته وكأن حد اكل من جسمها ووصلوا للمدرسة وكانت كلها ظلمة ومخيفة ودوروا على اي حد ممكن يكون لسعايش وكأن المكان مهجور وفتحوا باب ولقوا اكل كتير وخلع الدكتور خسته علشان يأكل وحذرته الدكتورة لكنه ما سمعش الكلام لانه كان جعان جدا ولقوا واحد ميت وكان مع تليفون وشكله كان بيتصل بحد واخدت تشيسي التليفون وكان الراجل بيتصل ببنته وحاولت تشيسي انها تتصل بنفس الرقم لان ممكن تكون البنت لسعايشة وممكن يروحوا ينقذوها وسمعوا صوت واحدة بتغني ومعها ابنها الصغير وكلمتها الدكتورة وطمنتها وسألتها لو في ناس تانية غيرها وقالت لهم انهم ينقذوا ابنها الصغير والدكتورة قالت لازم تخضع الاول للفحص علشان يتأكدوا انها سليمة ومش مصابة بالفيروس وتصدموا لما جم يفحصوا الطفل لان طفلها كان ميت فعلا وهي كان عندها اضطراب عقلي وحاولوا يقولوا لها ان الطفل مات وجات لها حالة هسترية وكانت بتضرب فيهم واضطروا انهم يقتلوها وفتحوا باب تاني وكان عندهم امل يلاقونا سليمة والناس اللي لقوها كانوا كلهم ميتين على الارض وسأل الدكتور تشيسي لو كانت عايزة تفحصهم وقالت له ان المهمة انتهت خلاص وهم خارجين طردهم مجموعة كبيرة من الزومبي وحاولوا يقفلوا الباب عليهم قبل ما يهاجموهم وظهر لهم مجموعة تانية من الزومبي وابتدت معركة بينهم وبين الزومبي وهم عايزين يلاقوا مخرج ويهربوا من الزومبي والزومبي عايزة توصلهم باي طريقة وجونر كان بيقتلهم بيده بالسلاح واخيرا لقوا شباكي يقدروا انهم يهربوا منه لكن الزومبي كان سريع وحصرهم وقرر جونر انه ضحب نفسه ويروح يلهي الزومبي علشان ينقذ باقي اصحابه ونطوا من الشباك وهرب واحد منهم بعيد وما انتظرش الباقي لانه كان مضطرب من اللي بيحصل حواليه وحاولت دكتورة تشيسي انها تتصل بدكتور جارير علشان يبعت لهم نجدة لكن ما كانش فيه اشارة وراحت هي ودكتورة دي ناس يدوروا على مكان يحتموا فيه لحد الصبح لان الدنيا اصبحت ظلمة وممكن الزومبي يحصرهم ويهجموا عليهم ولقوا شاحنة فيها ناس وخافوا منهم لانهم جعانين ولولوهم كانوا هيقتلوهم علشان يكلوهم وقدروا انهم يستخبفوا عربية الاسعاف ومسكوا سلاح وكانوا مستعدين لاي حد ممكن يهجم عليهم ودخل عليهم واحد وقرر انهم يخلصوا عليه وقدروا يدخلوا مكان يحتموا فيه وقالت شيسي لدينيس اعتراف صادم قالت انها مش دكتورة واسمها ريبكا وكانت بتدير شركة في نيويورك ولما بدأ الفيروس ينتشر في كل مكان كانوا رفضين اي حد يدخل وانتشرت الفوضى في كل مكان ولقيت دكتورة شيسي واحدة ميتة في شارع من شوارع نيويورك واخدت بطاقتها وانتحلت شخصيتها علشان تأمن نفسها وعلشان تقدر تدور على بنتها ميجان وزوجها وان دي كانت الطريقة الوحيدة ودكتورة دينيس اتصدمت من كلامها وقالت لها انها عرضتهم كلهم للخطر وان جونر مات بسببها وانها واحدة انانية وكانت مديقة منها انها كذبت عليهم وقالت لها تشيسي ان واحد منهم كذب عليها وقال لها انه هيجيب علتها لكنه ما جابهمش وانها كان لازم تدور عليهم بنفسها وقررت دكتورة دينيس انها تساعدها وهتدور معاها على بنتها ميجان وزوجها وبدأوا يدوروا على اكل وعلى اسلحة ومعدات تساعدهم في رحلتهم وفي الاسناء دي هاجم عليهم زومبي وكان في المرحلة الخامسة ولسه هيقتل ريبكا ظهر دكتور ويلز في الوقت المناسب وقتله وجات لهم مكالمة من واحد وقال ان بعض الاشخاص غير المصابين موجودين ولازم ينقلوهم لكن دكتور ويلز تم جرحه من واحد من الزومبي وهو بيقاومه وبيحاول انه يقتله وهو في البنك وده معناه انه تصاب بالفيروس لكنه لسه في اول مرحلة وعرضت عليه ريبكا اتفاق انه يساعدها انها تلاقي زوجها وبنتها وبعد كده هيعالج ويلز لانه لسه في اول مرحلة وممكن يتعالج باستخدام مضادات السموم وبكده الفيروس مش هيتطور في جسمه وخلع ويلز بدلته علشان يعرف يتحرك بسهولة اكتر لانه خلاص ما بقاش محتاجها وبيخرج ويلز يأمن لهم الطريق وشاف عربية فيها ناس ووقفت عنده ودينيس قالت لتشيسي انها تستعد انها تجري لانهم ممكن يجروا وراهم ومشيت العربية وقالت ويلز انهم بيسألوا عن حاجة ودكتورة دينيس بتعد الطريق وقعت منها صورة بنتها وراحت علشان تجيبها وهي وقفة جات عربية ماشية بسرعة وصدمتها ونزل من العربية ناس وكانوا غير مصابين بالفيروس ورغم كده كانوا عايزين يأكلوا لحم دكتورة دينيس لانهم كانوا جعانين جدا ووصلت ريبيكا او تشيسي وويلز وراحوا بسرعة علشان ينقذوا دينيس لكنهم ملحقوش وكان الناس قتلوها وفتحوا بطنها واخدوا احشاءها علشان يأكلوا منها وده من شدة الجوع ووصلت ريبيكا وويلز الجراش ودكتور وورد كان رافت دخول ويلز لانه ما كانش لابس بدلت مكافحة الفيروسات غير انه شك انه ممكن يكون من ضمن فريق الانقاذ وطلب دكتور وورد من ريبيكا انها لازم تعمل اختبار لويلز علشان يتأكدوا انه سليم ومش مصاب بالفيروس وعملت ريبيكا لاختبار لويلز لكن طبعا مش في ايده لانها كانت مجروحة ولو دكتور وورد شافها كان هيعرف انه مصاب وهيرفض دخوله وكتبت ريبيكا في نتاج التحرير وقالت ان ويلز سليم لكن دكتور وورد بسرعة اكتشف ان ريبيكا خدعته وان ويلز مصاب بالفيروس وهددهم بالسلاح وسابهم واخد عربية الاسعاف ومشي والزومبي بدأت تهاجمهم لكن كان في عربية اسعاف تانية وجير بسرعة ويلز ومع ريبيكا وركبوا العربية وهجمتهم الزومبي وطلعوا فوق العربية وشغل ويلز العربية ومشت بسرعة ووقع كل الزومبي من عليها وراحوا ناحية بيت ريبيكا علشان تشوف زوجها وبنته وتنقذهم وقال ويلز ريبيكا انه كان شاكك انها مش طبيبة اصلا ووصلوا لبيت ريبيكا وفتحت الباب ولقيت بنتها ميجان لسه عايشة وفرحت بيها ولقيت ميجان في حالة اعياء جامد بسبب انها ما كانتش بتاكل وما كانش جوز ريبيكا موجود وعملت ريبيكا اختبار لميجان وكتبت عليها وقالت انها سليمة علشان ما تقلقهاش واتضح انها مصابة فعلا بالفيروس وراحت تدور على جوزها وكان ميت في العربية وكان ماسك كاميرا ولما فتحت الكاميرا شافت فيها جوزها مصور نفسه قبل ما يموت بثواني وكان بيودع ريبيكا وبنته ميجان قبل ما يموت وقال انه لما تصاب حبس نفسه في صندوق العربية علشان ما يقزيش بنته ويلزم موجود بالعربية والزومبي يحس بوجوده وهجموا عليه وريبيكا لسه عندها امل ان ميجان ممكن تخف وتروح تاخد مضادات السموم لان اصابتها لسه في اول مرحلة وممكن انقاذها وخلعت ريبيكا بدلت مكافحة الفيروسات ولبستها لبنتها ميجان علشان تحميها لو في اي زومبي حاول يهجم عليها وهم بيهربوا وهجم عليهم زومبي وحاولوا يقوموهم ويهربوا منهم وقدروا انهم يلاقوا مخرج من الشباك الخلفي وكان ويلز تعرض لاصابات كتير من الزومبي وفرصة نجاتهم كانت منعدمة واضطرت ريبيكا تاخد بنتها ميجان وتهرب وصلت للعربية ومشيت بها بسرعة واصبحت حالة ميجان صعبة وبدأ يظهر عليها اعراض الفيروس وريبيكا بتحاول تخليها تصمد لحد ما اخيرا وصلوا للحدود وفيه ناس كتير عايزة تدخل وكان في حالة من الارتباك والفوضى والشرطة بتضرب بشكل عشوائي واتلوا ريبيكا اعتقادا منهم انها مصابة وانقذوا ميجان لانهم اعتقدوا انها دكتورة شيسي لانها كانت لابسة بدلة مكافحة الفيروسات وراحت لحجرة الحجر الصحي وادرت ريبيكا انها تنقذ بنتها بعد ما ضحت بنفسها على شنها ودي نهاية الفيلم وشكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة